أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرة وسط أحجام لتداول منخفضة وقد ارتفع رأس المال السوقي بنحو 404 مليارات و 600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 741.8 مليار جنيه هذا وقد ارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 29% ليغلق عند مستوى 11490 نقطة الارتفاعات امتدت إلى المؤشر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بما نسبته 77% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة هذا وقد صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بما نسبته 96% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة من أسواق المال إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و 66 كرشا للشراء و 15 جنيها و 76 كرشا للبيع بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 17 جنيه و 46 كرشا للشراء و 17 جنيه و 58 كرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيه للشراء و 21 جنيه و 13 كرشا للشراء وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و 26 كرشا للشراء و 4 جنيهات و 29 كرشا للبيع وأخيرا الريالة السعودية والذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و 17 كرشا للشراء و 4 جنيهات و 20 كرشا للبيع في أسواق المعادن النفيسة ترجع سعر الذهب العالمي ليصل إلى 1787 دولار للأوقية أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 675 جنيه وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 787 جنيه للجرام في حين سجل الذهب عيار 24 ما قيمته 900 جنيه وأخيرا الجنيه الذهب والذي وصلت قيمته إلى 6296 جنيه في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط إذ أدى نقص المعروض والتلطرات السياسية في شرق أوروبا إلى وضع الأسعار على مصاري تحقيق أكبر مكاسب شهرية في نحو عام واحد وقد ارتفع خام برينت القياسي بما نسبته 66 سنة أو ما يعادل 7 من 10 في المئة ويصل في نهاية الأمر إلى 90 دولار و69 سنة للبرميل الواحد كما ارتفع خامو غرب تيكساس الوسيط الأمريكي ب51 سنة للبرميل أو ما يعادل 6 من 10 في المئة ليصل إلى 87 دولار و33 سنة للبرميل الواحد ترجمة نانسي قنقر